اهلا بكم تعالوا في الدرس ده نتعرف على ايه هي مواصفات الجهاز المناسب للتعامل مع برنامج مايا وبرامج الجرافيكس او برامج السري دي بشكل عام اهم حاجة عندي اربع وحدات اساسية بيبقوا موجودين في اي جهاز كمبيوتر وحدتين تغزين اللي هما الرام او الزاكرة والهارد ديسك او الاستوانة الصلبة ووحدتين معالجة اللي هما ال سي بيو او المعالج وكمان الجي بيو او كارت الشاشة دول اهم اربع وحدات لازم اختار مواصفاتهم بدقة علشان اقدر اتعامل مع برنامج مايا بسلاسة وبسهولة شديدة تعالوا اولا نشوف الرام او الراندم اكسس ميموري او زاكرة الوصول العشوائي طبعا اهميتها داخل الجهاز كلنا عارفينها دي الزاكرة اللي المفروض الجهاز بيشيل فيها الداتا اللي بيتعامل معاها حاليا مهم جدا ان انا اراعي ان الرام دي تكون سرعتها كويسة وساعتها كمان كويسة مش بس الساعة اللي هي كام جيجابايت لا كمان سرعتها سرعتها دي بتتحدد بنوعها او الموديل بتاعها انا عندي موديلات كتير جدا للرامات من ساعة مخترعوا الكمبيوتر ولكن خلينا في الموديلات الحديثة نسبيا عندي حاجة اسمها DDR وعندي حاجة اسمها DDR2 وDDR3 وDDR4 وفيه كمان DDR5 وممكن يبقى فيه DDR6 و7 وهكذا ايه دول باختصار؟ باختصار كلما الرقم اللي بعد DDR ده علي كلما الزاكرة سرعتها تبقى افضل وده مهم بالنسبة لي ان انا اختار سرعة مناسبة حاليا اللي متوفر في السوق DDR3 و4 و5 بالنسبة لي مش هتفرق اي حاجة من دول هتمشي وهتبقى كويسة ده بالنسبة للسرعة طيب بالنسبة بقى للساعة ساعة الزاكرة الرام دي تبقى قد ايه عشان الموضوع يبقى كويس برضو الموضوع مفتوح يعتمد على الميزانية بتاعتك كلما الرام دي تبقى ساعتها اكبر كلما يبقى افضل طيب ساعة الرام دي تعال نشوف الاول فايدتها ايه داخل برامج الجرافيكس الاول بس انا هشغل هنا برنامج اسمه تاسك مانجر ده موجود في الويندوز لو ضغطت كليك يمين على التاسك بار اللي موجود تحت كده هتلاقي فيه اختيار اسمه تاسك مانجر لو اخترته هيجبلك النفذة دي اللي ممكن من خلالها اقيس اداء الوحدات كلها اللي موجودة عندي جوا الكمبيوتر فانا هختار منها بيرفورمانس علشان اشوف بقى اداء الميموري واداء السي بيو واداء الهارد ديسك واداء كل حاجة موجودة في الجهاز انا اللي هميني دلوقتي الميموري او الرام بيقول لي ان الزاكرة اجمالي ساعتها 16 جيجا بايت دي الزاكرة اللي عندي جوا الجهاز بتاعي 16 جيجا بايت مستغل منها حاليا اربعة وتمانية من عشر طيب دول مستغلين في ايه حاليا انا مشغل برنامج مايا فالبرنامج ده نفسه موجود في الزاكرة او في الرام بتاعت الكمبيوتر ده بالاضافة الى ان نظام التشغيل نفسه اللي هو الويندوز موجود في زاكرة الكمبيوتر بالاضافة كمان الى اني مشغل برنامج التسجيل اللي بسجل عليه دلوقتي الكورس فكل ده على بعض كده اخد تقريبا 5 جيجا من ال 16 جيجا اللي عندي فانا دلوقتي فاضلي حوالي 11 جيجا طيب دول بقى بيستخدموا في ايه تعال نشوف انا الاول بس هجيب النفذة دي على اليمين كده واجيب دي على الشمال بحيث ان انا اقارن دلوقتي اداء البرنامج لما ابدأ استخدم فيه شوية حاجات تعال نشوف دلوقتي لو انا حبيت اضيف شوية شخصيات زي اللي عملناهم المرة اللي فاتت قلنا باختار ويندوز وبعدين جينرال ايديتورز كونتينت براوزر وهاختار من هنا بيبل وبعدين اضيف مثلا الشخصيات دي دابل تلك عليها كده تمت اضافتها خلاص هقفل النفذة دي ادي الشخصيات اللي انا ضفتها طيب لاحظ ان هو فعلا الزاكرة زادت شوية دلوقتي الجزء المستغل منها بدل ما كان اربعة وتمانية من عشرة بقى اربعة وتسعة من عشرة طيب تعال نكرر الشخصية دي مش مهم ازاي هنعرف بعدين الكلام ده كله ولكن انا هكررها بقى عندي منها نسختين طيب اكرر تاني يبقى عندي تلات نسخ اكرر كمان يبقى عندي مثلا اربع نسخ لاحظ حجم الزاكرة دلوقتي استغل منها خمسة جيجا بايت ايه دول؟ ايه البرامج اللي مفتوحة؟ بالاضافة بقى الى الموديلينج او المكونات اللي انا بستخدمها داخل المشروع ماهو كل مكون من دول عبارة عن داتا الشخصية دي عبارة عن احداثيات لنقاط فده كله مسجل داخل الرام طيب تعال انا هعمل سيليكتل دول وكررهم مرة تانية يبقى عندي دلوقتي تمن شخصيات اكرر التمانية دول مرة تانية يبقى عندي دلوقتي ستاشر شخصية اكرر الستاشر شخصية دول يبقى عندي تنين وتلاتين شخصية طبعا كل ما بزود كل ما الرام زي ما انت شايف بتبدأ تزيد المساحة المستغلة منها طيب انا هكرر بقى ده بشكل كبير جدا كده اهو طبعا لاحظ الرام عينك على الرام هتلاقي بتزيد بقت دلوقتي سبعة ونص جيجا هكرر تاني ازود اكتر بقت تسعة جيجا زي ما انت شايف طبعا كل المساحة المستغلة دلوقتي بقت في الشخصيات اللي انا بضيفها دي هكرر تاني كل ده بقى عندي جيش من الاشخاص اهو زي ما انت شايف الزاكرة دلوقتي بقت تلاتاشر جيجا مشغولة من الستاشر جيجا لو انا كررت بقى كل دول مرة تانية كده كمان يبقى انا تقريبا استغلت كل الزاكرة اهو زي ما انت شايف والبرفورمانس بتاع الرام بقى عالي جدا ليه لان انا رسمت شخصيات كتير وعندي حاجات كتير داخل المشهد بتاعي طبعا ده بقى هيؤثر بشدة على اداء الجهاز دلوقتي مش على اداء الجهاز بس ده على ادائي كمان داخل البرنامج يعني لو انا حبيت اعمل موف مثلا للشخصيات دي هتلاقي الموضوع بقى صعب جدا انا حتى مش عارف احرك الشخصيات دي ليه لان خلاص الزاكرة تملت البرنامج بقى مخنوق ما عندوش حتى مساحة يقدر من خلالها يعدل في احداثيات الشخصية دي او اماكنها داخل المشهد حتى الموفنج او لو عايز حتى اعمل دي سيلكت كده للشخصيات دي انا مش عارف الجهاز تقريبا عمل هنج وقف يعني عن التعامل ليه لان انا مليت الزاكرة على الاخر كده ده اقصى حاجة انا ممكن اعملها بقى خلاص كل حاجة بعد كده هتبقى بطيقة والجهاز اداءه هيبطأ جدا فاذا كلما الرام تزيد كلما يبقى ادائك داخل البرنامج افضل فمهمة جدا ان الزاكرة يبقى حجمها كبير انا عندي هنا 16 جيجا طبعا ده مناسب ولكن لو ازيد لو 32 جيجا ولا 64 جيجا ده يبقى افضل بكتير جدا وهتبدأ تستخدم البرنامج بسلاسة شديدة يبقى ده بخصوص الرام ده اهميتها طيب لاحظ بقى حاجة هنا بيقولي الهارد ديسك اهو بمجرد ما ابدأ انا اعمل اي حاجة داخل البرنامج هتلاقي الهارد ديسك ده بيشتغل دلوقتي طب فضة ده فين فضة على الهارد ديسك في حاجة اسمها ملفات مؤقتة او التمبري فايلز يعني هو عمل سيف دلوقتي طبعا انا مش حاسس بالكلام ده هو عمل سيف من الميموري على الهارد ديسك مؤقتا علشان يفضي شوية من الرام وهو هيبدأ بقى وقت ما يعوز اللي هو سجله ده يستدعيه يعني فيه لينك دلوقتي ما بين الميموري وما بين الهارد ديسك بس انا مش شايفها عن طريق الملفات المؤقتة طبعا خلي بالك ان سرعة الهارد ديسك بالنسبة لسرعة الميموري بطيئة جدا سرعة الميموري او الرام اضعاف مضاعفة من سرعة الهارد ديسك فطبعا هو حل المشكلة ولكن على حساب بطء الاداء لان بقى عنده البديل دلوقتي مدام الرام اتملت هي الهارد ديسك فعشان كده بقى نيجي للحاجة التانية الهامة جدا اللي هي الهارد ديسك الهارد ديسك ده برضو في منه انواع وسرعات مهم جدا بقى الكلام ده تعالى ننقل بس ده كده على جنب شوية ونفضي المساحة دي علشان نعرض عليها موضوع الهارد ديسك اولا انا عندي الهارد ديسكات التقليدية خالص اللي هي بنسميها هارد ديسك درايف HDD ده الهارد ديسك اللي بيعتمد على اقراص ورأس تشغيل وطريقة ميكانيكية جدا للحركة طبعا الطريقة الميكانيكية دي للحركة بتبقى بطيئة للغاية فطبعا اللينك ما بين الميموري والهارد ديسك في الحالة دي هيبقى بطيئ جدا انما عندي نوع احدث بقى من الهارد ديسك حاجة اسمها SSD الSSD ده ما بيعتمدش على التقنية التقليدية بتاعت الاقراص والهد او الطريقة الميكانيكية لا ده بيعتمد على شرائح كأن الهارد ديسك الجديد ده الSSD عبارة عن فلاش ميموري ساعتها كبيرة كله شغل إلكترونيكس ما هواش ميكانيكال يعني مفيش بقى موتور بيلف وهد بيقرأ منه لا لا ده شغل كله إلكترونيكس داخل الشبس او الشرائح الا على الهارد ديسك فطبعا ده سرعته ازيت بكتير جدا من الهارد ديسك التقليدي وبالتالي لو موجود عندك على الجهاز فهيبقى اللينك ما بينه ما بين الميموري افضل وسرعة الجهاز هتبقى افضل فمهم ان انا يبقى عندي هارد ديسك SSD طيب ده انا هستخدمه في ايه ححفظ عليه يعني الملفات اه طبعا هو هارد ديسك عادي ممكن تحفظ عليه الملفات ولكن هو الغرض الاساسي منه انه يبقى البرتشن الاساسي في الهارد ديسك او القسم C في الهارد ديسك طبعا البرتشن C ده المفروض ان انا بسجل عليه البرامج بتاعتي كلها وكمان بيحفظ عليه التمبري فايلز او الملفات المؤقتة بحيث ان انا لما اجي اشغل بقى برنامج ماية او اي برامج اخرى وهي اصلا محفوظة على الجهاز C فهيبقى تشغيلها سريع جدا ده بالاضافة الى ان اللينك ما بين الميموري والهارد ديسك السي دي في التمبري فايلز هيبقى سريع جدا اما بقى الملفات بتاعتي اللي انا بعمل لها سيف فممكن يبقى فيه هارد ديسك تاني من النوع العادي اللي هو الـ HDD وده لحفظ الملفات مش لحفظ البرامج والملفات المؤقتة يعني خلاصة اللي انا قلته ده يبقى انا محتاج هارد ديسك SSD بيبقى حجمه صغير مش لازم يبقى كبير ممكن يبقى 512 جيجا او 256 جيجا حتى ويبقى هو القسم C واجيب هارد ديسك اخر تيرا او 2 تيرا ده هارد ديسك تقليدي او HDD ده علشان احفظ عليه الملفات يبقى محتاج دلوقتي RAM على الاقل 16 جيجا بايت لو ازيه دي بقى افضل حسب الميزانية بتاعتك نوعها يبقى DDR3 على الاقل لو انت عايز اعلى كمان وعندك ميزانية تسمح ومحتاج هارد ديسك SSD مساحته صغيرة وليكن 256 جيجا بايت لو عندك فرصة انك تجيب اعلى يبقى افضل وكمان هارد ديسك عادي وليكن 1 تيرا ده بقى الحفظ البيانات يبقى دي موضوع وحدتين التخزين تعالا بقى نشوف وحدتين المعالجة لان ده موضوع مهم جدا وحدتين المعالجة اللي بنتكلم عليهم هما الـ CPU او الـ Central Processing Unit او وحدة المعالجة المركزية اللي هي مخ الكمبيوتر اللي بنقول عليها البروسيسور وكمان وحدة تانية بنقول عليها GPU او Graphics Processing Unit او وحدة معالجة الرسومات اللي اتنين نفس الفكرة ده بروسيسور وده بروسيسور بس الـ CPU دي وحدة المعالجة المركزية او المخ الاساسي بتاع الكمبيوتر اللي المفروض بيعمل كل العمليات داخل الكمبيوتر اما الـ GPU فهي برضو بروسيسور ولكن مخصوص لمعالجة الرسوم تعالا بس نبدأ الاول بالـ CPU او وحدة المعالجة المركزية ونفهم يعني ايه وبتعمل ايه وإيه هي محددات مواصفاتها ايه المواصفات اللي من خلالها اقدر اقول البروسيسور ده كويس او مش كويس اولا الـ CPU لها علاقة مباشرة جدا جدا بالرام ليه؟ لان الرام بيبقى فيها البيانات الاساسية بتاعت البرنامج سواء بقى شخصيات رسمها سواء اضاءة متعاملها ايا كان في النهاية دي داتا بتبقى محفوظة داخل الرام والمفروض ان البروسيسور بياخد البيانات دي من الرام ويبدأ يعمل لها عملية معالجة يعني ايه بقى عملية معالجة؟ يعني يبدأ يعمل حساباته علشان ينفذ المهام المطلوبة منه علشان نفهم موضوع البروسيسور ده بشكل بسيط جدا ويفضل عالق في الزهن انا هتديك مثال مختلف تماما هنلعب لعبة دلوقتي هفترض ان الوعاء اللي فيه الـ Data اللي هي الرام الكيس اللي فيه الـ Data ده انا هستبدله بكيس شوكولاتة M&M يعني اللي جوه الرام دلوقتي حبيبات الشوكولاتة دي والبروسيسور ده هستبدله بالشخصية الظريفة دي برضو الشخصية دي مفروض هتعمل معالجة لكيس الشوكولاتة زي ما البروسيسور بيعمل معالجة للبيانات الشخصية دي هتعمل معالجة للشوكولاتة اللي موجودة جوه الكيس طيب نوع المعالجة دي ايه؟ هياكل الشوكولاتة زي ما البروسيسور كان هيحسب الـ Data الشخصية دي هتاكل الـ Data نفس الفكرة دي معالجة ودي معالجة مطلوب ايه بس في اللعبة اللي احنا هنلعبها دي ان الشخصية دي هتاكل الشوكولاتة بالتناوب مرة حباية حمرة ومرة حباية زرقة وبعدين ترجع تاخد حباية حمرة وبعدين حباية زرقة يعني مش مجرد اكل كده وخلاص لا ده في عمليات فرعية بالتم يعني لازم يروح ياخد الشوكولاتاية الحمرة وبعدين يبدأ يكلها وبعد ما يخلص يروح يجيب الشوكولاتاية الزرقة ويبدأ يكلها وهكذا طبعا العملية دي زي ما انت شايف كده هتاخد وقت كبير جدا فين جوه الرام ليه بقى؟ لان الرام دي بطيقة جدا 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 بالنسبة للبروسيسور البروسيسور سرعته عالية جدا المفروض اسرع بكتير جدا من الرام فلاحظ كده ان الشوكولاتة بتتنقل داخل الحيز بتاع الرام ببطء جديد انما اول ما تعدي الحيز بتاع الرام وتروح للبروسيسور عملية النقل والاكل بتتم بسرعة جدا المشكلة بس دلوقتي عندي في الرام عملية النقل من الرام الى البروسيسور بطيقة جدا انما لاحظ ان عملية الاكل نفسها اللي بتتم بقى داخل حاجة اسمها كور كور يعني نواة هي دي الجزء او الفم ده هو الجزء المنوط بتنفيذ العملية بنسميه كور فالعملية نفسها بتتم داخل الكور بسرعة جدا او حتى لو ببطء ما انا عندي بطء اخر حيضغى على كل البطء اللي موجود في البروسيسور فايزا دلوقتي كده في الوضع الحالي اللي انا شايفه مش فارق معايا سرعة البروسيسور البروسيسور سرعته بتقاس بحاجة بنسميها جيجا هيرتز بنقول عليه التردد او ممكن ما جازا نقول السرعة فايا كانت سرعة البروسيسور في الوضع الحالي ده 1 جيجا هيرتز 3 جيجا هيرتز 6 جيجا هيرتز مش فارقة لان انا عندي عملية اخرى ابطأ هي عملية النقل فمش هتكلم دلوقتي على السرعة لذا انا عندي عوامل اخرى اهم من السرعة دلوقتي وهي مشكلة النقل من الرام طيب في حلول كتير جدا بقى لتسريع عملية النقل دي اولهم حاجة بنسميها سردز او مصارات بالضبط كاني جبت مساعدين للكور داي ساعدوه في نقل البيانات علشان تتم العملية يعني كأن الشخصي دي طلع لها قدين كده بحيث ان كل ايد من دول هتبقى مصار بيلتقط حبات الشوكولاتة واحدة هتلتقط الحبات الحمراء وواحدة هتلتقط الحبات الزرقاء وتشيلهم عندها مؤقتا كده لغاية ما الكور يأكله بعدين تبدأ تديله الشوكولاتة طبع العملية دي اكيد هتبقى اسرع زي ما انت شايف ولكن مش السرعة الكبيرة برضو لأ برضو في عملية بط طيب ايه رأيك؟ ان احنا ممكن نجيب طبق والطبق ده ناخد فيه حبايبات الشوكولاتة داخل البروسيسور بحيث ان يبقى سهل جدا السريد او الكور يبدأ ياخد من الطبق ده مباشرة بقى ما يعتمدش على الرام الطبق ده بنقول عليه كاش ميموري وعاء لحفظ الداتا بس داخل البروسيسور طبعا مدام داخل البروسيسور فالسرعة بتاعت النقل من الكاش ميموري الى الكور هتبقى سريعة جدا فهنبدأ بقى دلوقتي نتغلب على مشكلة السرعة البطيئة بتاعت الرام طبعا خلي بالك الكاش ميموري دي مساحة صغيرة جدا زاكرة صغيرة جدا ممكن مثلا تبقى 4 ميجا بايت 8 ميجا بايت مش هتبقى كبيرة غير الرام بالجيجا ولكن البروسيسور هيحتاجها للبيانات اللي هيعمل لها معالجة هيبدأ ياخد شوية منها يحطها عنده علشان المعالجة تتم بسرعة زي ما انت شايف كده العملية بتاعت الاكل بقت سريعة جدا طيب ايه رأيك بقى ان انا الكور بالكاش ميموري بالسريتز بتاعه دول اقررهم جوه السي بيو يعني بعندي اربعة كور مثلا اربع شخصيات بتاكل او اربعة كور بينفزوا العمليات طبعا كده الكيس هيتنسف في جزء من الثانية ليه لاني زودت عدد الكورز بالسريتز بتاعتها بالكاش ميموري فكل الموضوع دلوقتي بقى سريع جدا ادي فكرة البروسيسور ثلاث عوامل اساسية بيحددولي كفاءة البروسيسور اولا عدد الكورز بتاعته وعدد السريتز وسعة الكاش ميموري وكمان سرعة بقى الكور نفسه او سرعة البروسيسور نفسه بينفز العمليات بسرعة قد ايه فتعالا بقى نشوف كده مواصفات اي برووسيسور نقراها ونشوف ايه المناسب منها لو رحنا دلوقتي للشركات اللي بتصنع البروسيسور علشان نشوف المواصفات بتاعتها عاملة ازاي ونقراها هتلاقي الموضوع سهل جدا مبدئيا اهم شركة بتنتج البروسيسور هي شركة انتل رغم ان فيه شركة بتنفسها من بعيد خالص اسمها AMD ودي برضو بتنتج برووسيسور ويمكن هما الاتنين دول اللي مسيطرين على سوق البروسيسور في العالم بس طبعا شركة انتل لا يعل عليها فانا دخلت دلوقتي على الموقع بتاعها intel.com وهروح دلوقتي للبرودكس هتلاقي عندها برووسيسور زي اهو هضغط عليه ودي انواع البروسيسور زي اللي عندها اولا هي عندها اكتر من موديل حاجة اسمها انتل كور وانتل زيون انتل اتم وحاجات تانية كتير ولكن اشهر موديل على الاطلاق هو انتل كور رغم منافسة انتل زيون لي طيب تعال نشوف انتل زيون الاول وبعدين بقى نرجع للانتل كور طبعا زيون هو برووسيسور اقوى بكتير وبيستخدم في السيرفرات يعني هو اصلا معمول مخصوص عشان يستخدم في اجهزة السيرفرز اللي المفروض بتبقى شغالة 24 ساعة في اليوم وما بتقفلش خالص انتل زيون بيستحمل الجهد ده وامكانياته طبعا عالية بكتير لو انا رحت اخترت اي حاجة من انتل زيون كده اهو مثلا النوع ده وتعالى نشوف في منه اكتر من موديل هاختر اي موديل من دول انا عايز اقرأ المواصفات بس هنزل بقى هنا هتلاقي ادي المواصفات بتاعة البروسيسور اللي المفروض احنا عارفينها كلها اللي هي ايه بيقول لي ان الكاش ميموري هنا 22 ميجا بايت كاش في 16 كور في 32 سريدز وسرعته 3 جيجا هيرز خلي بالك بقى رغم زيون اقوى زي ما بقولك انما سرعته اقل هتلاقي هنا 3 جيجا هيرز فيه في الانتل كور اعلى من كده بكتير ولكن ده زي ما قلتلك المعمرية بتاعته او طريق التصنيعه مخصصة للجهد الكبير او الهي فيديوتي يعني ده بيستحمل اكتر ولكن في اجهزتنا العادية احنا مش هنستخدم ده لان ده سعره غالي جدا طيب هارجع للبرودكس وهاختار من هنا بروسيسورز وبعدين نشوف بقى انتل كور اللي احنا عايزينه اولا انتل كور نفسه ليه منه اكتر من موديل فيه اي سري اي فايف اي سيفن واخر حاجة اي ناين لغاية دلوقتي ممكن طبعا يبقى بكرة فيه اي تن او فيه اي اسم تاني هم يختاروه لان ده طبعا ده مش علمي يعني ده الشركة بيقعد مجلس الادارة مع بعض ويقرروا يسموه ايه فانا اللي عندي دلوقتي من اي سري لأي ناين اللي موجودين طيب نقرأ المكتوب بيقول ان ده التنس جنريشن يعني الجيل العاشر من البروسيسورز وده الموديل بتاعه اي ناين وده اعلى حاجة عندي حاجات تانية هنا بيقولي ده الجيل التامن طبعا ما فيش شك ان اي ناين افضل لو انت عندك القدرة المالية انك تجيب اي ناين يبقى اوكيه طيب تعال نفتح كده اي ناين ونشوف ايه المواصفات بتاعته هنعرف نقرأها ولا لا هنزل تحت كده تعال نقرأ بقى بيقولي ده انتل كور اي ناين عشرة تسعمية ايه بقى عشرة تسعمية تي اللي مكتوبة دي ده برضو ممكن هو رقم للموديل ولكن ممكن نفسره عشرة دي رقم الجيل اللي هو الجيل العاشر تسعمية ده رقم الموديل جوه الجيل ده هما دايما بيعملوا كده عشرة مية وبعدين يطوروه شوية يبقى عشرة متين يطوروه شوية يبقى عشرة تلتمية اللي جاي دلوقتي عندي عشرة تسعمية وحرف تي لمكتوب ده تي دي اختصار تيتانيوم التيتانيوم دي مادة المفروض بتمتاز بعدة حاجات يعني بتستحمل حرارة خفيفة الوزن فهو مديها كاسم مميز للموديل ده علشان يبين لك ان ده اعلى حاجة في الموديل فاللي جنبه حرف T معناها ان ده الهاي لاين زي ما بنقول كده عربية هاي لاين فيها كل الابشنز كذلك برضو البروسيسور اللي تلاقي جنبه حرف T يبقى ده فول اوبشن في كل الابشنز المتاحة طيب تعال اقرأ كده هتلاقي ان الكاش ميموري 20 ميجا بايت في 10 كور في 20 سريدز وسرعته كده طبعا السرعة دي اكبر من الانتل زيون زي ما قلت لك طبعا مش باين هنا اسعار بس يعني انت ممكن تشوف السعر اكيد ده افضل حاجة ولكن ممكن نرجع تاني للبرودكس وهو بروسيسور وممكن تختار بقى اي حاجة تانية من دول وتشوف مواصفاتها طيب اي بقى اقل حاجة انا ممكن اعملها تعال وريكي الجهاز عندي انا دلوقتي لو فتحت كده وجيت هنا على الزي سبي سي كليكي مين واخترت بروبرتز هتجيلي النفذة دي منها اخترت ديفايس مانجر ده بيجيب لك بقى مواصفات الكمبوننت بتاعت الجهاز ادي عندي البروسيسور اهو هفتحه هتلاقي البروسيسور اللي عندي اي فايف تمانية ربعمية دي معناها الجيل التامن والمودير رقمه ربعمية في الجيل ده سرعته اثنين وثمانية من عشرة جيجاهرتز ده معقول انما طبعا فيه اعلى من كده زي ما وريتك كتير بس من هنا يبقى كويس اي سيفن اكيد اعلى اي ناين اكيد اعلى وطبعا جوه الاي ناين والاي سيفن هتبدأ تبص بقى كام كور وكام سريد والسرعة قد ايه وبناء على ميزانيتك انت تقدر تحدد هتجيب ايه بالزبط الجي بيو او معالج الرسومات ممكن نلاقيه المساميات كتير فيه ناس بتقول عليه كارت شاشة او ديسبلي كارد فيه ناس بتقول عليه ديسبلي ادابتر فيه ناس قديمة شوية بتقول عليه فيجا او في جي ايه المهم ان هو الجي بيو او البروسيسور الخاص بمعالجة الرسوم طيب ده يفرق ايه عن البروسيسور العادي اولا البروسيسور العادي اللي هو السي بيو المفروض ما نوض بيه تنفيذ كل العمليات اللي بتتم داخل الكمبيوتر من ضمنها كمان معالجة الرسوم يعني السي بيو عنده القدرة على انه يبدأ يعالج الرسومات دي ويطلعها على الشاشة وخلي بالك مشكلة معالجة الرسوم او عرض الصور او الفيديوز على الشاشة ده اكتر حاجة بتاخد مجهود من الكمبيوتر ليه؟ لان كل نقطة في الصورة او بيكسل في الصورة بيبقى لها عمليات معالجة كتير بيبدأ يشوف لون النقطة دي ايه والاشعة المنعكسة منها ايه او الاشعة السقطة عليها ايه والخامة المفروض بتاعة البيكسل دي ايه بناءا طبعا على الصورة موضوعات كتير جدا بيتموا معالجتها داخل البيكسل الواحد في كل صورة طب تخيل بقى فيديو مدته طويلة والمفروض عدد الفريمز في الثانية الواحدة كتير كمان ممكن مثلا يبقى 30 فريم في الثانية يعني كل ثانية في الفيديو فيها 30 صورة وكل صورة فيها بيكسلز حسب بقى رزيليوشن كمان بتاع الفيديو ممكن يبقى 4K 4000 بيكسل في 4000 بيكسل مثلا رقم كبير جدا بيبقى في الصورة الواحدة فطبعا عمليات المعالجة محتاجة مجهود كبير من البروسيسور طيب احنا قلنا ان ال سي بيو او البروسيسور بيبقى فيه كورز مجموعة كورز او مجموعة بروسيسور داخل نفس البروسيسور طب ليه ما يبقاش فيه كور مثلا من ضمن الكورز دي مخصصة لمعالجة الرسوم ما تقضيش برضو خلي بالك بقى ال جي بيو برضو زي ال سي بيو فيه مجموعة من الانوية او الكورز الكورز دي بتبقى بالمئات والالاف داخل الجي بيو يعني ال جي بيو دي مش بروسيسور واحد لا ده جوا مجموعة من الانوية ممكن تبقى اربعة تلاف كور مثلا رقم كبير جدا علشان يبدأ يعالج بقى الاجزاء الكتير اللي في الصورة دي كل كور بيبدأ يمسك جزء من الصورة ويعالجه علشان العملية دي تتم بسرعة يعني اذا اصلا بقى ال جي بيو ده مساعد للسي بيو بس هو بيشيل عنه عبق التعامل مع الملفات بتاعة الرسوم او الفيديو او الصور هو بيعالجها علشان ينتج العملية دي بسرعة وطبعا هتبان بقى فايدة الجي بيو كبيرة اثناء عملية الرندرينج او الاخراج اللي احنا قلنا عليها من ضمن مراحل العمل داخل برنامج مايا المهم ان لازم يبقى الجهاز عندي فيه جي بيو طيب اشهر شركة بتنتج الجي بيو اللي هي انفيديا شركة مشهورة جدا دي شركة امريكية اتأسست سنة 1993 وبقت اشهر شركة بتنتج البروسيسورز الخاصة بمعالجة الرسوم او الجي بيو اللي بنقول عليها وبتنفسها برضو شركة AMD اللي احنا قلنا عليها بتنافس intel في انتاج البروسيسورز العادية او الCPU دي برضو بتنتج جي بيو ولكن طبعا مفيش مقارنة ما بين انفيديا و AMD انا لو هختار هختار انفيديا تعال نشوف بقى ايه هي مواصفات كرت الشاشة او الجي بيو اولا انا عندي موديلات من الكرت ده اشهرهم الجي فورس وخلي بالك انت لو كتبت كده دلوقتي انفيديا دوت كوم هيروح مدخلك مباشرة على طول على الصفحة الخاصة بالموديل اللي اسمه جي فورس انما هو فيه موديلات تانية طب ليه ما بيخشش عليها لان غالبا اليوزرز العاديين بيشتروا الجي فورس طب انا عايز اشوف كل المنتجات تعال كده بقى ادخل انفيديا دوت كوم سلاش هوم اتش تي ام ال واضغط انتر يبقى انا كده دخلت على الصفحة الرئيسية بتاعة الشركة كده دخلي على الصفحة الرئيسية اللي فيها ممكن بقى اعرض كل المنتجات بتاعة انفيديا مش بس الجي فورس طيب تعال نعمل هنا شوب كده نضغط هقول له انا عايز اشتري بروسيسور او جي بيو قال لي بقى ادي المنتجات الرئيسية بتاعتك ولو لاحظت بقى هتلاقي فيه جرافيكس كارز كتير جدا مش جي فورس بس فيه طبعا الجي فورس كارت الشاشة الاشهر في العالم وفيه عندي حاجة تانية اسمها تايتن وفيه حاجة تالتة اسمها كوادرو طيب اولا الجي فورس ده اصلا مخصص للالعاب يعني معمول علشان الجيمينج اللي بيستخدموا الكمبيوتر فيه الالعاب مهم جدا عندهم يبقى الجي فورس وطبعا الالعاب او عرض الرسوم بتاعت الالعاب هي جرافيكس في نفس الوقت فبالتالي كمان الجي فورس يصلح لان انا اشتغل عليه برامج جرافيكس ولكن خلي بالك هو اصلا مخصص للالعاب طيب كارت الشاشة بقى المخصص للجرافيكس هو الكوادرو بروفاشنال الكوادرو ده كارت شاشة مخصص جدا للناس اللي بتشتغل جرافيكس مواصفاته مناسبة جدا لبرامج الجرافيكس ولكن مشكلته انه سعره غالي جدا طيب تعال ندخل الاول نشوف سعره هل هو مناسب لي او لا علشان لو مش هينسبني يبقى خلاص مضطر استخدم الجي فورس تعال نشوف كده هعمل شوب هقفل دي بيقول لي ان كارت الشاشة ده ايا كانت بقى مواصفاته سعره بس خمس تلاف وخمسمية دولار رقم كبير جدا يا مية الف جنيه لكارت الشاشة بس انزل تحت شوية هتلاقي مواصفات تانية اعلى وازيد يعني ده مثلا بتسع تلاف دولار ارقام مهولة فاذا اكيد ده مش هينسبني فمليش دعوة بقى بالكوادرو ده اطلع منه رغم انه مناسب جدا زي ما بقولك لشغل الجرافيكس بس ده بقى عايز شركات بتنتج مالتي ميدياز عندها سيرفرات عالية فممكن تستخدم الكوادرو ده انا اللي هحتاجه دلوقتي الجي فورس مضطر ليه لان سعره مناسب طيب فتعال نشوف الجي فورس بقى مواصفاته ايه اولا عندي موديلات كتير جدا هو جايب لي انسب موديل دلوقتي بيقول لي فيه كارت شاشة اسمه ان فيديا جي فورس ارتي اكس 2080 تي ايه وسعره تقريبا 1200 دولار كارت الشاشة ده بس طبعا برضو غالي احنا ممكن نقلل شوية ونشوف كارت مناسب بس تعال نشوف التفاصيل دي ايه اولا الموديل جي فورس بعد كده بقى بيقول لي ارتي اكس 2080 تي اي برضو دي كود مميز للموديل انا عندي نوعين مهمين جدا من الجي فورس الحديث اللي هو الارتي اكس وعندي حاجة تانية قديمة اسمها جي تي اكس الارتي اكس ده بيستخدم تقنية اسمها ري تريس او تتبع الاشعة طبعا دي حاجة مهمة جدا في الرندرينج حكاية الري تريس دي وهنشوفها طبعا واحنا شغالين المهم ان ده بيعمل بالتقنية دي وخلي بالك هو الجي تي اكس القديم ده مش هتلاقي منه دلوقتي خلاص هو كله ارتي اكس طيب ايه بقى الرقم ده 2080 زي ما قلنا على البروسيسور اول رقمين دول بيبقوا رقم الجيل بيقول لي ان ده الجيل العشرين وتمانين دي رقم الموديل داخل الجيل ده يعني هتلاقي تحت هنا في 2060 يعني الجيل العشرين ورقم الموديل 60 اكيد طبعا الا رقمه اعلى ده هيبقى افضل طيب ايه تي اي دي تي اي دي زي ما قلنا برضو على البروسيسور حرف تي معناها ان ده الفول اوبشن او الهاي لاين بتاع البروسيسور طيب جميل تعني شوف بقى الموصفات بيقول لي ايه دلوقتي بيقول لي طبعا ان لازم يبقى فيه كولينج سيستم فان فيه طبعا هنا فان اهي لازم تبقى ركبة على البروسيسور عشان طبعا نتيجة اجراءه للعمليات الحسابية كتير بيبدأ يسخن البروسيسور فبيبقى فيه فان طبعا هو بيقول لي هنا ان نظام التبريد المستخدم داخل البروسيسور هو فان مروحة انما فيه انظمة تبريد اخرى مع معالجات اخرى بانواع اخرى زي مثلا الليكويد كولينج سيستم زي كده الريدياتير بتاع العربية بيبقى فيه ليكويد بيبدأ يبرد البروسيسور او كمان ممكن يبقى فيه اير كونديشن او تكييف بيبقى راكب على البروسيسور علشان يبدأ يعمل عملية التبريد طبعا الطبيعي ان بيبقى فيه فان فهو بيبلغني بس ان نظام التبريد هو فان هنا بقى بيقول لي السبيد بتاعته قد ايه كاتبها لي هو بالميجا هيرتز لو انت عايز تحسبها بالجيجا هيرتز يعني تقريبا واحد وستة من عشرة جيجا هيرتز طيب ايه بقى اللي يميز الجي بيو عن السي بيو الجي بيو فيها ميموري الجي بيو نفسها فيها ميموري او رام بس بنقول عليها في رام او فيديو رام الفي رام دي بيقول لي ان حجمها 11 جي جا خلي بالك بقى احنا قلنا السي بيو فيها كاش ميموري زاكرة صغيرة جدا حاجة بسيطة علشان المعالج يعمل فيها العمليات بتاعته ولكن دي زاكرة كبيرة جدا زيها زي الرام يعني نفس الكباستي وتبقى مخصوص داخل المعالج نفسه علشان يبدأ يحفظ فيها بيانات وتفاصيل الصور والفيديو ويبدأ يعالجها فطبعا دي ميزة كبيرة جدا هو مش محتاج دلوقتي انه يفضل رايح جاي ما بينه ما بين الرام لا ده جواه رام او جواه في رام بيحفظ فيها اللي هو عايزه وخلي بالك هو اكتر حاجة بتغلي كارت الشاشة هي الرام اللي جواه البروسيسور الرام او الفي رام اللي جواه البروسيسور سعرها غالي جدا جدا لانها بتنتج من خلال مواد معينة مش ده موضوعنا فهتلاقي هنا مثلا فيه فرق كبير جدا ما بين ال 11 جيجا رام وال 8 جيجا رام ده سعره 400 دولار ده سعره 1200 دولار طبعا مش بس سعة الرام هي العاملة كده لا ده TI ده full option وفيه حاجات كتير طب تعال نشوف واحد سعره مناسب وليكن ده مثلا لاحظ بس قبل ما نروح لده فيه هنا بروسيسور بـ 80 دولار لا خلي بالك بقى ده مش جي بيو ده حاجة مسميها بريدج يعني ايه بريدج بقى كبري بيربط ما بين اتنين جي بيو او اكتر انا ممكن احط جوه الجهاز بتاعي اكتر من جي بيو او اكتر من كارت شاشة وهربطهم بالبريدج ده لو انا عايزه طبعا محدش بيعمل كده انا بحاول اجيب كارت شاشة عالي جدا وموصفاته عالية وهو اللي ينفذ اللي انا عايزه طبعا هو جايبلي بس بعض التفاصيل مش جايبلي التفاصيل الكاملة لو عايز بقى التفاصيل الكاملة اضغط هنا على برودكس وقوله انا عايز جرافيكس كارد ودي الموديلات كلها اللي عندك طبعا عندك جي تي اكس اهو ده القديم اللي ما بيستخدمش تقنية الارتي اكس ولكن طبعا الارتي اكس افضل فهفترض مثلا ان انا عايز ارتي اكس عشرين ستين مثلا هضغط عليه كده هيبدأ يفتح البروسيسور ويجيب لي بقى مواصفاته ننزل بقى تحت كده شوية نقرأ المواصفات الموجودة بيقول لي هنا البوست كلوك السرعة بتاعته وطبعا البفر او الرام بتاعته ستة جيجا بايت ونوعها دي دي ار سيكس احنا قلنا طبعا في الرام الدي دي ار كلما الرقم اللي بعدها بيعلى كلما السرعة بتبقى اعلى فده كويس جدا طبعا دي بعض التفاصيل انما لو ضغطت هنا فول سبسيفيكيشن هيقول لي بقى كمان ان الكارت ده جوا 1920 كور تخيل في 1920 نواة او بروسيسور داخلي جوا الجي بي يو بيعمل عمليات المعالجة دي طيب يبقى انا اللي يهمني بقى عموما في كارت الشاشة تلات حاجات فيه كام رام يعني الفيرام بتاعته قد ايه وسرعته ايه والكورز اللي جواه ديه طبعا كلما تزيد الكورز كلما يبقى افضل كلما تزيد الفيرام يبقى افضل كلما تزيد السرعة يبقى افضل بس طبعا ده يعتمد على ميزانياتك وزي ما قلتلك فيه مواصفات كتير جدا انت ممكن تختار منها طيب الخلاصة بقى ايه المناسب؟ المناسب حسب السعر اللي انت عايز تشتري به هي دي القصة كلها خلي بالك ولكن انا ارشح لو رحنا كده للجرافيكس كاردز بلاش طبعا التي اي ده هيبقى غالي جدا ممكن اخد الارتي اكس عشرين تمانين ده اشوف سعره او لو لقيته غالي اخد العشرين سبعين لقيته غالي اخد العشرين ستين وهكذا بس المهم يبقى الرام بتاعته متقلش عن اربعة جيجا بايت والسرعة متقلش عن واحد ونص جيجا هيرتز طب تعالى تشوف بقى الجهاز بتاعي انا مواصفاته عاملت ازاي هارجع زي ما عملنا قبل كده هروح هنا للزي سبي سي واختار بروبرتز وبعدين ديفايس مانجر هتلاقي هنا ديسبلي ادابتور لو فتحته كده هتلاقي اني فيديا جي فورس اولا جي تي اكس مش ارتي اكس الجديد ده قديم شوية يعني جهاز ده مثلا من ثلاث سنين انا عمله اوبجريد وبيقولي ان رقم الموديل اهو عشرة ستين الجيل العاشر ورقم ستين في الجيل والزاكرة بتاعته ستة جيجا بايت مش باين هنا السرعة بس تقريبا السرعة بتاعته واحد واثنين من عشرة جيجا هيرتز طبعا ده برضو كويس وشغال معايا مفيش مشكلة طبعا خلي بالك انا ساعة ما جبته كان سعره غالي جدا دلوقتي ممكن ما يجبش فلوس سعره رخيص جدا كارت الشاشة ده ده لو كان موجود اصلا دلوقتي فيه موديلات الاحدث من ده وطبعا اسعارها برضو مناسبة ما هيش غالية جدا بس انت عمل حسابك ان كارت الشاشة ده يتراوح ما بين 300 و 500 دولار ده العادي جدا اللي ممكن يبقى موجود في الجهاز عندنا انما طبعا انت عندك حاجات سوبر ووريتك فيه اسعار 10 تلاف دولار وفيه 20 الف دولار لكارت الشاشة بس احنا بنتكلم في العادي اللي هو بقى قلتلك RTX 2080 8 جيجا رام مثلا ده كويس جدا يبقى خلاصة اللي احنا قلنا ده ان احنا فيه اربع حاجات لازم نخلي بالنا منهم واحنا بنشتري الجهاز اولا الرام تبقى عالية جدا ويفضل انها ما تقلش عن 16 جيجا بايت ثانيا يبقى فيه هارد ديسك SSD موجود في القسم C ومحفوظ عليه كل البرامج بتاعتي ده هيسرع جدا في تشغيل البرامج وكمان التمب فايلز اللي هيبدأ الرام يحفظها عليه هيبقى التعامل معاها سريع جدا بالنسبة بقى للسي بيو والجي بيو انا هحتاج سي بيو على الاقل كور اي فايف لو مفيش ميزانية تسمح يعني اعلى من كده اوكي وتكون سرعته 2.5 جيجا هرتز ويبقى فيه 4 كور على الاقل و8 سريدز وبالنسبة للجي بيو انا محتاج جي بيو تبقى اولا جي فورس RTX 2060 مثلا وتبقى الفيرام بتاعتها 8 جيجا بايت وسرعته ما تقلش عن 1.5 جيجا هرتز اه دي الموضوع كله وطبعا انا ما قلتلكش مواصفات محددة انا فهمتك الموضوع وانت الاول بقى حدد ميزانيتك وابدأ قسمها هتتجاب ايه من كل قطعة من الاربع قطع دول كل حاجة تانية بقية مش هتفرق المهم الاربع اللي احنا قلنا عليهم دول قسم اسعارهم حسب ميزانيتك موسيقى